اشتركوا في القناة يتجمع بالقرب من الجيفة حيث تجدبه الرائحة الكريهة يصل طول الجسم الى 22 سنتيمتر تقريبا السطح الظهري للطائر مغضا بريش بنيا متداخل مع اللون الرمادي للمساعدة في التمويه والاختباء ويتخلل الاجنحة بقع بيضاء لامعة تبدو عضحة كومضات عند الطيران له رأس كبير نسبيا وعينان مستديرتان بارزتان صفراوان يوجد اسفلهما خط ابيض ينتد الى خلفهما بقليل ومنقار مدبب منتفخ عند القاعدة وارجله طويلة له ثلاث اصابع سميكة في القدم ومؤخرة الزيب قصيرة غذائه يتغذى على الحشرات والديدان والنباتات والحيوانات الزاحفة الصغيرة والثعابين الصغيرة التكاثر تضع الاناث على الارض بيضة واحدة او بيضتين منقطتين باللون البني دون ان تضع لها عشا في حفرة صغيرة يتعاقب الزوجان على حضانة البيض وذلك تقريبا في بداية شهر اغسطس الى شهر اكتوبر ويقال انه يدفن البيض اذا خرج بحثا عن الغذاء وفي الختام سماع صوت الطائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة